النهاردة لو انت ممكن ترجع تقدم برنامج تاني في الإزاعة تحب تبقى فكرته ايه يا أكرم؟ انت عارف ان ده وحيات ربنا مش بقول كده مجاملة ده حلم من أحلامي انها نفسي أرجع يبقى ليه حاجة في نجومة في أم ان شاء الله يا رب ساعة في الأسبوع مش عارف فكرتها ايه وبالنسبة لي حتى مش فارق كتير اكيد لو ده هيحصل ونقعد نفكر ونعمل حاجة مختلفة تليق باسم المكان ده بس هي فكرة الهوى والاستمتاع بالناس وان انت يتكلميهم وانك تبقى قاعدة في مكان انت مرتاحة نفسيا فيه ده حلم والله نفسي أحق أنا نفسي جدا جدا وأكيد دلوقتي بعد أكيد اللي جات لك أكتر من الشغل برة وبعد النجاحات الكبيرة أكيد هتفكر تعمل حاجة مختلفة الراديو لسه ليه مساحته في حياتك لغاية دلوقتي؟ طبعا وده اللي بقولك عليه هو بتشغله على طول بشغله والراديو فيه ميزة ان انت بيدي فرصة للخيال يشتغل صح يعني طول الوقت وانت بتسمعي غير لما بتشوفي لما بتشوفي عينيكي بقى تروح ناحية اللي بتشوفيه لكن وانت بتسمعي لا وفيه مساحة للخيال للخيال فنجوم أفقام بقى سدت لنا البابين عملت إزاعة وعطا عامنا نجوم أفقام تيفيه علشان لو مش عايز تسمع وتسرح بخيالك طب شوفنا طب شوفنا بقى بالزبط مين الصوت اللي وحشك دلوقتي على الإزاعة في الإزاعة أو نفسك تسمعه قديم أو جديد أنا اه تقصدي مش من نجوم أفقام مش لازم نجوم لا 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 الساس فقد المهندس طبعا الساس فقد المهندس الله يرحمه كلمتينه بس بطريقته بإلقاءه بالمعنى اللي كان بيقوله في الكلمتين اللي بيقولهم يعني مفتقدينه كلنا ونتمنى إن وإحنا شغالين نبقى بنحقق ولا واحد على عشرة من اللي الأساس الكبار دول كانوا بيعملوه لأن هم كانوا عندهم مدرسة بيعرفوا إزاي يوصلوا لك عندهم حضور عندهم كارزمة وعندهم سلاسة في الضحك وعندهم احترام العقل اللي بيتفرج عليهم فيا رب يا رب بنتعلم بينهم وبنعمل زي ما بقولك كده جزء صغير من مدرستهم مين اللي أثر فيك يا أكرم من الأسات زبطه على الكوميديا يعني أنا كنت دخل أتكلم على طول على المكتوب علي ولكن الحوار أخدني معاك في حتة تانية أنا نفسي عايز أعرف مين اللي أثر فيك بالزاد في الحتة بتاعت الكوميديا أنا عندي مرحلتين أنا عندي مرحلتين يا رب يا دول الأسود للأستاذ الكبير في قد المهندس والأستاذ الكبير نجيبي الرحيم اللي اتنين دول هم عندهم طريقة بسيطة بس هي صعبة قوي يعني أني أنت اللي بيقولوا عليها السهل الممتنع أداء سهل سمتيجي تركزهم بيتكلموا إزاي وبيعملوا إيه وإزاي القفة بيطلع منه لا يا جماعة ده محتاج شغله ومحتاج تركيزه ومحتاج واحد يبقى قاعد زاكر واشتغل على اللي هو بيقوله فده من المدرسة الأبيض والسود من المدرسة اللي بعدهم شوية أستاذين كبار جدا أستاذ الكبير الزعيم عادل إمام رب نديله الصحة رب ويمدنا في عمره والراحلة العظيم الأستاذ سمير غاني يعني مدرستين مختلفتين تماما كمان وكل واحدة منهم ما ينفعش تقولي مين أحلى اللي اتنين حلوين قوي أعرف آه الاتنين حلوين والاتنين يتشافوا كل واحدة مختلفة عن التاني كل واحدة عنده المنطقة اللي بيوصلك بيها ويخليك يتبتسمي وستاذ سمير غانم بما الله يرحمه عنده عنده ممكن ما يتكلمش ممكن يعمل ري اكشن بوش وممكن يعمل حركة بجسمه كان عنده مرونة وعنده طريقة في بأداء الحركة يعني موهبة كبيرة قوي قوي مفتقدينها وعايزة أستغل الفرصة وأتوجه لدنيا سمير غانم والأمي سمير غانم وأقول لهم إن إحنا حواليكم وإحنا أخواتكم طبعا وإحنا عارفين إن مفيش حاجة بتتنسي بس أنتو وإخواتنا وفي عينينا وإحنا كلنا بنحبوكم ده حقيقي ومستنينهم بقى في رمضان اللي جاي إن شاء الله ده لازم يعني بمفتقدينهم يعني بجد نفسي أوي أشوفهم في رمضان لإن هما كمان كانوا بيقدموا كوميديا حلوة أوي يعني اللي والشريانة مات عملت والحاجات دي كانت كانت فضيعة خطي